باوزة طالب بمعسكر طويل وتفريغ اللعبي للمنتخب الفكرة لم تجد قبونه وإدارة الأخضر طرحت الحل البديل في ظل ارتباطات الأندية المقترح قوبلة بالرفض كون الأندية لن تستفيد منه اقتراح بدعم الأندية الأكثر دعم المنتخب بمحترف سابع كأني ألمس فجوة بين باوزة واتحاد القدم واتحاد القدم والمسيري وإدارة المنتخب عدم اتفاق إلى حتى هذه اللحظة لم يعلن إيش راح يصير يعني هل هو راح يكون معسكر طويل هل يكون هناك تفريغ للاعبي المنتخب هل يكون هناك معسكرات متقطعة إذن هناك إشكالية الآن في المنتخب ولابد الاتحاد الكرة أن يحسم هذا الموضوع حتى لا يؤثر على مسيرة المنتخب الاستعدادية للمنديال لأنه أنا أعتقد أنه المنتخب طبعا أهم من الدوري في رأيي لأنه المنتخب سمعة وطن سمعة بلد مشاركة في محفل عالمي لا نقدم فيه كرة القدم فقط وإنما نقدم ثقافتنا وحضارتنا وكل شيء يتعلق بالسعودية اجتماعيا وثقافيا وإلى آخر غير الشؤون الرياضية مرحلة استثنائية بوهايا نعم هي استثنائية ولابد أن يحسم اتحاد الكرة لأمر ويعلن برنامج الاستعداد من الآن حتى بداية المنديال لابد من أعلانه أما أنه المنتخب ولاعب المنتخب يجلسون مشتتين لا يعلمون هل يكونوا معاندياتهم أم هل يكون هناك معسكر مطول أم معسكرات متقطعة وهذا شيء يؤثر على لاعب المنتخب وحتى تكون الرؤية واضحة للجميع بما فيها الأندية ومسؤوليها أحد مغردين كتشب